مرحبا يا أعزائي أتمنى أن تكونوا بخير عملنا الفني لهذا اليوم سيكون عبارة عن دجاجة من ورق متحمسون لاكتشافه؟ هيا تابعوا معي نحتاج في هذا العمل إلى مقص أقلام لبديا لساق ورق بيضاء وذوائر بألوان مختلفة والتي يمكنكم قصها بمساعدة آبائكم من الأوراق الملونة كما يمكنكم رسمها على أوراق بيضاء وتلوينها أولا نأخذ دائرة ونقصها حتى المنتصف ثم نقوم بطي أحد الطرفين نحو الأسفل مثل ما ترون في الصورة بعد ذلك نقوم بإلساقها على الورقة البيضاء ثم نأخذ قلما لبديا أسود فنرسم المنقار العرف الأرجل وخطا متموجا في الوسط لتحديد الرأس بعد ذلك نلون العرف بالأحمر والمنقار بالبرتقال أو الأسفر بالنسبة للعين يمكنكم رسمها على ورقة بيضاء وقصها وإلساقها إذا كنتم لا تتوفرون على أعين متحركة هكذا يا أعزائي نكون قد أنهينا دجاجتنا الورقية الآن يمكنكم صنع دجاجات ورقية بألوان مختلفة وبأحجام صغيرة لتمثل الكتاكيت رأيتم كان العمل سهلا جدا أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وأن تتمكنوا من إعادته في المنزل إلى اللقاء قريبا إن شاء الله